اشتركوا في القناة امورهم سهلة ورح يكونوا سهلين هلأ ركزوا معي في حكي كتير ضروري احكي افهمك يا كطالب لحتى تستوعب انه انه تسهل موضوع المادة دك تعرف شغلة عن قاعدة اليوم قاعدة اليوم تمشي على مبدأ كبرها بتكبر صغرها بتصغر يعني اذا انت اعطيت هذه القاعدة اكبر من حجمها انت رح تخربط حالك لانه هي واضحة مية بالمية تمام؟ لكن اذا انت يعني خلاص فهمتها وامورك تمام وفهمت كيف المبدأ اللي رح تحل عليه بإذن الله ما رح تخربط هلأ يعطي المعلمين الف عافية يا رب لكن صراحة على حسب ما شفته انه اعطوا هاد القاعدة اكبر من حجمها بكتير يعني هاد القاعدة ليلى مثلا تنشرح باكتر من حستين ثلاثة أربعة خمسة ليه كل هاد ركزوا معي هلأ حصت اليوم عبارة عن ازمنة والازمنة مرأوا معنا بالوحدة الاولى والوحدة التانية هلأ الفكرة انه نحن لازم كونها مرأة معك الازمنة من قبل فلازم هاد الموضوع يكون اسهل عليك مو اصعب هلأ اوكي بيجي طالب بيحكيلي بس مسهي مرأة عليك اكتر من مرة بس كل بوحدة بيكون لها وظيفة محددة كيف بدي افرق بينهم بحب احكي لكم ان الوزارة لما تكون بتجيب لكم اسئلة بالوزارة هاد الاسئلة بتكون واضحة مئة بالمئة مئة بالمئة هاد الاسئلة واضحة يعني انه لما تيجي هاد القاعدة فيها ازمنة لو اجي سؤال على الازمنة رح تبين وتعرف انت كطالب انه هاد السؤال يعني مثلا نفرض المضارع البسيط لو اجاك المضارع البسيط سؤال عليه بالامتحان رح تقدر تفرع شوفوه رح تقدر تفرع اذا السؤال هاد على المضارع البسيط كان بحكي عن الوحدة الاولى او بحكي عن الوحدة التانية او بحكي عن الوحدة التالتة انت كطالب كتعرف ليه لأن الوحدة الأولى أخذنا المضارع البسيط مع المواد البسيط يعني أزمنة مع بعض فكان رح يجيك أحد الخيارات أزمنة كل الخيارات رح تكون أزمنة فبيبين هون أن هذه قاعدة المضارع البسيط من الوحدة الأولى طيب لو إجاني المضارع البسيط سؤال على لكن استهدف الوحدة الثانية إذا استهدف الوحدة الثانية بيكون بالخيارات فقط يا إما مضارع بسيط مضارع مستمر كونه المضارع المستمر حكينا عنه برضو بنفس حصة المضارع البسيط والوحدة الثانية ورح ييجي معه من الكلمات اللي أخذناهم تدل على التخطيط بالمستقبل تتذكروا لما حكينا عن المضارع البسيط والمضارع المستمر لما بيحكوا عن مستقبل أها فلما يجينا عن المضارع البسيط بيبين إذا سؤالي على الوحدة الأولى أو على الوحدة الثانية الوحدة الثانية حكي عن أمور متعلقة بالمستقبل طيب لو ايجا سؤال على المضارع البسيط لكن بحكي عن الوحدة الثالثة كيف بدك اميزه؟ كيف بدك اتميزه؟ على حسب الامور اللي رح ناخدها اليوم يعني اليوم مثلا نحن رح ناخد المضارع البسيط المضارع المستمر رح يكون في خيار will لكن لا يتكلم عن المستقبل ورح يكون مثلا في خيار used to used to أو would اليوستو أو الود لش اخدناهم نحن من قبل؟ هل اخدناهم بالوحدة الأولى والتانية؟ لا اوكي فانا هون بعرف كل سؤال على اي وحدة ايجاني وما تفكروا ان الوزارة رح تخربطكم ومتعمدة انها تخربط وانا سبق وحكيت لكم بالمنهاج السابق كانت اسئلة الوزارة ما في اسهل منها يعني مثلا كان في قاعدة بالفصل الاول بالمنهاج السابق هذه القاعدة موجودة بالوحدة الاولى او الوحدة بالفصل الاول موجودة بالوحدة العاشرة اخر وحدة بالفصل الثاني نفس القاعدة هذه القاعدة هون إلها شرح وهون إلها شرح نفس نفس القاعدة إلها شرح هون وإلها شرح هون لكن لما كان يجي السؤال بالامتحان الوزاري خلاص الطالب بيعرف يميز أنه هون قصدوا عنها بالوحدة الأولى أو هون قصدوا عنها بالوحدة العاشرة لكن بالآخر هم إلهم نفس الحل يعني المضارع البسيط سواء كان بالوحدة الأولى أو الثاني قلت إلهم نفس الحل بس الطالب بيقدر من سؤال والخيارات يميز انه هون السؤال ايجاني على الوحدة الاولى او الاخيرة وكذلك الشيء بالنسبة لمادتكم فسهلوها يا جماعة انا من منبري هذا وكوني انا دائما بعطيك الشرح شف شرح مفصل مئة بالمئة وبأسهل وابسط الطرق فانا اليوم بدي اصغر عليكم القاعدة بدي اسهل عليكم اسمعوا بدي اعطيكم اياها كيف من الاخر من الاخر كيف تاخدوها وش اللي لازم انتو تعرفوا فقط بقاعدة اليوم على حسب الكتاب ومن عندي من الكتاب تمام تمام هلأ نحن عنا القاعدة اللي هي post and present habits طبعا habits بمعنى عادات فقاعدة اليوم ستتحدث عن العادات بالزمن الماضي post او زمن present الوقت الحاضر تمام حيلو كتير هلأ هادا الصفحة موجودة عندكم بالدوسية هي صفحة اي صفحة صفحة سبعة تمام هاي صفحة سبعة انا هادا الشرح هي اللي حطاه هو شرح من الكتاب مو من عندي ابدا الكتاب هي copy paste الامثلة والوظائف كله كله هاد من الكتاب تمام تمام طبعا نركز عليهم كتير مني بس انا قبل ما اشرح لكم هادا الشرح بدي ننتقل لانه عملت لكم ملخص لقاعدة اليوم هادا الملخص بدي اشرح لكم اياه اول شي بالعربي وافهمكم اياه بعدين مننتقل لهون بنكون عارفين شو الامور اللي بدنا نحفظها بعدين ننتقل لي اسئلة الكتاب ورح تشوفوا ادي الموضوع سهل وما بده تعقيد ابدا تمام يلا هلا ننتقل لهذا الملخص تمام اوكي يلا معي هلا هذا الملخص عندي اوكي هذا الملخص عندي شوفوا لما نحكي عن العادات بالوقت الحاضر او بالزمن الماضي رح نذكر كم زمن هلا لما نحكي عن العادات بالوقت الحاضر بالوقت الحاضر رح نستخدم ثلاث صياغ للقواعد ثلاث صياغ الصياغ الاولى صيغة present simple المضارع البسيط ونحن اخذينها كتير من قبل وصيغة present continuous المضارع المستمر وصيغة الهي well well هي عبارة عن model من الموديلز من الافعال الناقصة واخذنا عنها بالمستقبل لكن اليوم ما رح نتحدث عنها بالمستقبل رح نحكي عنها تخص بالزمن المضارع فهدولا كلهم بخصوا ايش؟ بخصوا الزمن المضارع تمام؟ حلو كتير هلا انا رح احكي كل واحدة شكل القاعدة تابعتها وشو لازم انت تحفظ يعني شايفين هدول الكتابات هدول الكتابات اللي انتو بس لازم تحفظوها بخصوص قواعد الوحدة الثالثة تمام؟ وكذلك الشيء عندي بالنسبة لازمنات المضارع الزمن الماضي هاي هون عندي بخصو الزمن الماضي بالنسبة للزمن الماضي رح نستخدم past simple الماضي البسيط و past continuous الماضي المستمر وفي عندي would اللي هي ماضي will اللي شفناها قبل شوي would الماضي من well وفي عندي used to used to high يجديد عليكم تمام؟ تمام؟ وهي عبارة برضو عن المودلز اللي هي الأفعال الناقصة نفس جماعة ال well والود نفس الشيء هي تقريبا نفس طريقة استخدامهم تمام؟ وأنا كاتبة هون كل شيء منحتاجه من هدول القواعد فقط لا غير حلو لكن بالبداية بدي أنتقل لهون لحتى أشرح لكم بالبداية ما هي الأفعال الناقصة هلا أنا شرحت عنها بالتأسيس بس بدي أرجع أحكي هيك حكي سريع عنها المودلز اللي هي تسمى أفعال ناقصة هاد الأفعال الناقصة تتبع دائما بفعل مجرد فعل مجرد يعني شو؟ يعني هذا الفعل يكون بدون أي زيادة يعني الفعل لا يكون معه اس مش بيربان وعس ولا معه ed ولا معه ing ما معه أي زيادة طبعا المودلز هنا كتبت لكم بعض أمثلة عليهم عندي well would shall should could may might ought to ويوستو وتعمدت أكتب المودلز اللي أغلبهم أخذناهم بمادتنا يعني ought to حكينا عنها بالوحدة الثانية صحيح وفي عندي may برضو حكينا عنها وكلهم أغلبهم أغلبهم حكينا عنهم من قبل هلأ قاعدة اليوم المودلز هدول داخل منهم فقط ثلاثة داخل منهم الwell داخل منهم الwood وداخل منهم اليوستو نيجي على الwell والwood قلنا التنتين بيجي بعدهم verbon يعني فعل مجرد حلو طب أنا هلأ مثلا بدي لنفرض هل هدول هم اختصارات؟ نعم بقدر أختصر الwell وأختصر الwood كيف بختصر الwell والwood تعالوا شوفوا الwell لما بدي أختصرها اختصار بستخدم هيك double L وحكيت لكم هذه المعلومة بالوحدة الثانية والwood لما بدي أختصرها هيك فاصلة وحرف D هيك أنا اختصرت الwood حلو طيب مس لما بدنا ننفيهم كيف بنفيهم أكيد بقدر أنفي بwill not أو would not أو بقدر النفي يعني للwell أقدر أختصره هيك بصير want برضو هذا الشيء حكيت عنه بالوحدة الثانية want هذا نفي الwell لكن would لما بدي أنفيها عادي بكتب what عادي wouldn't يعني بس not هي اللي بختصرها وبصغرها طيب نيجي نحكي هلأ على اليوستو لازم أشرح لكم عنها بالتفصيل اليوستو كانت مطلوبة بالمنهاج القديم وبشكل مفصل جدا جدا أنتو اليوم مو مطلوبة منكم بشكل مفصل كتير كبير لا بس تفهموا كيفية استخدام هلأ اليوستو فأنا هون بدي أساب هاد اللوح وبدي أشرح لكم عن اليوستو يلا معين هلأ بالنسبة اليوستو ركزوا لي عليها يوستو هي موديل طب مس شو معناها هل معناها يستخدم أو استخدمها أكيد لا هلأ نحنا بنعرف الwell بمعنى كانت بالمستقبل سوف والwell هي ماضي منها ما بدي أدقق شوي كتير هلأ عشان ما بدي أدقق بالمعنى لأنه اليوم نحنا بنياهم عن عادات تمام فركزوا لي علي اليوستو معناها معناها اعتاد على اه اعتاد على لأنه درسنا بحكي عن العادات بالزبط مية مية درسنا بحكي عن العادات لهيك أنا استخدمت اليوستو الي هي موديل فعل ناقص طبعا اليوستو شو بيجي بعدها حكينا خلاص عرفنا بيجي بعدها يمس verb one الي هو فعل مجرد بدون أي زيادة برافو عليكم طيب ميس هل بصير استخدم used بدون to لا ميس هل بصير استخدم يعني تعالوا خليني أحكي لكم المحظورات المحظورات أو قبل المحظورات خليني نحكي عن شغلة مهمة بعد أن ننتقل للمحظورات ميس هلأ هذه used to بمعنى تادعلا وعلى فكرة أنا كتير بحبها ما بتتخيلوا يوارد القواعدة أنا لما بشرحها لالفين وسبعة هيك في قواعد لالفين وسبعة لما بشرح لهم إياها أعتقد أنتوا كذلك الأمر بس هم بحث أكتر يعني قواعدهم لطيفة فلما بشرح لهم في بعض القواعد بكوني كتير كتير مبسوطة لأن القاعدة كتير حلوة كتير 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 حلوة فخليني أفهمكم إياها وعلى فكرة إذا كنتوا بتتابعوا أجانب بدرسوا باللغة الإنجليزية فكتير حكوا عن اليوستو أنا خليني أحكي لكم عنها لحتى تصيروا تستخدموها بعدين إذا دخل معكم الكتابة أو التفكير الناقض لأن استخدامها قوي جدا تعالوا أنت بدك تحكي أنه أنت كنت متعود تشرب حليب وأنت صغير كيف بدك تحكيها سيبونا من اليوستو كأنه ما بنعرفها كيف بدك تحكي أنا كنت بشرب حليب وأنا صغير بدك تحكي مثلا أنا كنت بشرب مثلا بدك تحكي I drunk مش drink verb 1 drunk verb 2 yes drunk verb 2 بلشت أنا أخربت بالأفعال الشاذة مش انتو I drunk مثلا لا انبلع فكرة drunk verb 2 مش drunk شو مالي أنا أوك هاي بدي أشوف الموبايل أي جماعة أنا أخربت حالي no way drink okay drunk ها قلت أنا بخربت حالي لا تصيروا مثلي لأنه أنا بحكي المعلومة بالأول صحبتين هيك بصير دماغي لا انت متأكدة لا فيه إشي هيك بصير في verb 2 من الدرينك إنه يشرب شريبة فبدك تحكي مثلا I drank milk when I was young إنه أنا شربت حليب لما كنت صغير شو استفدت أنا؟ هادي ما بيّنت إنها عادة أو بدك تحكي لي I drank milk أنا بفهم إنه إنت شربت حليب وخلصت بدي تعطيني إياها كعادة ما بتقدر تحكيها كعادة غير باستخدام used to بدك تحكي أنا كنت متعود أشرب حليب وأنا صغير تعالوا شوفوا كيف بتصير أول شي بتضيفوا الsubject اللي هو الفاعل قبل الused to بعدين بتنزلوا الused to بعدين الverb اللي هو كنت متعودين على بعدين اللي هي object أو تكملة الجملة تمام؟ فغلينا نكتب إنه أنا كنت متعود أشرب حليب وأنا صغير يلا بحكي I أنا كنت معتادة على used to I used to شو معنا يشرب drink؟ هوا أنا باستخدم فعل مجرد drink حلو drink شو معنا حليب؟ حلو تعرف لما تحكي هذه الجملة لإلي I used to drink milk مثلا when I was young لما كنت صغير أنا بفهم إنه أنت كنت متعود تشرب حليب وأنت صغير بس هلأ وبطلت لأنه معناها كنت معتاد على وبطلت أوكي؟ فشوفوا ما أحلى كتير حلو الي used to الي used to بتحكي لك إنه هو كان متعود يعمل إشيه بصراحة كتير بتجنن ومش صعب أبدا يعني أبدا أبدا طب ميس حلو كتير طب بل كي بدي أحكي أنا ما كنت معتادة على كيف أن فيها حلو تعالوا نشوف كيف بدنا ننفيها شغلوا لي هيك مخ الذكاء عندكم يلا السبجكت الفاعل بيضلوا نفس ما هو عند إنه في عادي طيب used to كيف بدي أن فيها هل بحكي not used to أكيد لا بك زماني كتير مني هلأ الي used هي عبارة لحالها 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 الي used عبارة عن شو عن verb to حلو والverb to كيف بنفيه didn't برافو عليكم فهونا بنفيها didn't بشارط بشارط الي used إحنا حكينا didn't بالماضي البسيط وش رحلت didn't بيجي بعدها فعل شو مجرد فبعد didn't بصير عندي used to وبتكمل بعدين اللي هي الverb one والobject فأنا هلأ بدي أحكي أنه أنا ما كنت متعود أشرب حليب وأنا صغير أن فيها أنا بنزلها I ما كنت معتادة على لم أكن معتادة على didn't I didn't use to شو حكينا اشرب حليب صح اللي هي drank milk بس تحكي لي هاي الجملة I didn't use to drink milk بفهم أنه أنت ما كنت متعود تشرب حليب وأنت صغير السبح نيالك لأنه أنا ماما كانت هيك هلأدي كست الحليب يا الله ما بحبه ما بحبه ما بحبه ما بحبه وكنت غصب عني كست حليب وبيضة غصب غصب واللي ما بشربه يا ويلو طب ليه يعني عذاب أوكي فهونا أنا لو حتى أحكي أنا كنت معتادة على بستخدم used to ولما أن فيها بستخدم didn't used to هادول التنتين شو بتعملوا فيهم شو بتعملوا فيهم أنا بعرف أخطاء الطلاب هادول الصيغتين هاي الصيغة وهاي الصيغة مثل الحلقة بدانكم ميس أنا شاب ما بحط حلقة رك تحطها حلقة بليز أو بتنسى اسمك الشباب بنسوا اسمائهم وبيحفظوهم والبناء تحطهم حلقة بدانهم تعرفوا ليه لن رح تخربطوا فيهم إن شاء الله لا إن شاء الله لا أنا ما عم فاول عليكم بس أنا بعرف أخطاء الطلاب فيهم أفرجيكم كيف المزارة بتخربطكم فيهم متل ما بتعمل مع الأجال السابقة فهلأ رح أحكي لكم المحذورات المحذورات تبعت هدول ال أو الأخطاء ما ضلش مجال يا شو هاد أوكي يلا معلش المحذورات هاي محذورات used to شو هي المحذورات تبعت used to تغير اللون يلا المحذورات إنه تكتب used مثلا used أوكي used والverb بدون to خطأ تيجي تحكي didn't تستخدم didn't ما في مجال لازم طيب أنا بدي أمسح هون يامس آه بدي أمسح هون أوكي مفروض تكونوا كاتبين عشان أكتب برياحتي أوكي بدي أكتب المحذورات على الجهة الثانية خلص أنتو هدول فاهمين هون بس إذا بدكم اكتبوهم أوقفوا الشاشة يلا 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 أو أحكي لكم يلا واقفوا الشاشة ثوروا كل شيء عشان هلا بدي أمسح تمام تمام يلا هلا خليني أمسح الجهة الثانية وأكتب المحذورات المحذورات ليه مغلبي حالي أنا أوكي؟ تمام يلا بنا نيجي هلا نحكي على محذورات استخدام أحكي اللي used to واحد used verb يعني بدون to خطأ اثنان تيجي تحكي didn't used to والفرب يدي موجودة خطأ ثلاث انا انا جبتلك سيرة don't والdoesn't لا كان بالوزارة يجيبوا للطلاب خيار don't والdoesn't وحطوه صح طب جماعة ما اجيب نسيبت don't والdoesn't بس didn't فعندي هون don't أو doesn't used أو use to خطأ ما اجيب نسيبت don't والdoesn't شو كمان عندي طيب اجي احكي used to فرب ing خطأ خطأ هاي هاي احكي لكم يا هي صح لكن ما ذكرت بمادتكم لانه هاد القاعدة كتير كبيرة والهتفرعات كتيرة بس هاي انتم مو واردة معكم بالمادة فهاي خطأ تمام؟ شو كمان في عندي محذورات محذورات is used to انا ما اجيبتلكم سيرة عالية البي خطأ فهاي اوبس نح ما وجيته واع فهاي يلي هي محذورات اليوزتو تمام؟ بس فأي شيء بخص هادول ايجاكم بالخيرات احذفوه تمام؟ تمام خلصت فكت بس فهاي هي فكرة اليوزتو اللي هي جديدة عليكم انه بيكون عندي used to verb one مع الobject عالي جملة عالية اذا بدي انفي ممنوع ممنوع اه نسيت احكي لكم ممنوع تيجي تحكي ممنوع تحكي subject زائد used to بدون هاي بدون وجود did او didn't يعني did لما تكون سؤال او لما تكون نفيه بدونها خطأ ممنوع تحط use بدون did او didn't يعني اكتر من هيك تفصيل ما فيه تمام؟ تمام خلصنا خلصنا هاي عرفنا شو هي تفاصيل المودلز وشو قصة اليوزتو انه بمعنى تعد على فهي داخلة بقاعدتنا لليوم ولازم هلأ نبدأ بالشرح لالها فبدنا نبدأ هلأ بعد ما تصوروا الشاشة تمام؟ اوكي يلا ننتقل الان للشرح ونبدأ هلأ بشرح ازمنا التي تتعلق بالمضارع بتحكي عن العادات اول زمن رح نبدأ فيه present simple المضارع البسيط طبعا قاعدة المضارع البسيط اخدناها اللي هي subject verb object وملاحظة ملاحظة اي طالب ما يعني عم بيحضر هاد الحصة ومو حاضر حصص الازمنة المتعلقة بالوحدة الاولى ما تكمل ارجع للوحدة الاولى احضر زمان present simple المضارع البسيط present continuous المضارع المستمر وpost simple بالموض البسيط وpost continuous الموض المستمر بس احضر هدول الازمنة وارجع كمل معنا بها الحصة تمام؟ وبنسبة لل present simple المضارع البسيط حكينا ان subject verb object الجملة مكونة منهم ودائما دائما لعبة بالافعال بتكون عند الverb تمام؟ او لعبة بالقواعد بتكون عند الفعل هلا عندي هنا الverb كونه مضارع بسيط راح استخدم verb one تمام؟ في داعي احكي الاشياء المهمة متعلقة بverb one في داعي احكي انه اذا كان الفاعل جمع بياخد verb one اذا كان الفاعل مفرد بياخد verb one مع اس هل في داعي احكي انه عند النفي للمفرد والجمع الجمع بنفي ب don't verb one والمفرد ب doesn't verb one ما في داعي هيني ذكرتكم فيهم اوكي بالنسبة للمضارع المستمر present continuous بتكون عندي الجملة اكيد مكونة من subject verb object وهكي اللعب بتكون عندي الverb دايما لكن المضارع المستمر بيكون عندي افعال مساعدة هم am is are am للضمير ال i is للاسم المفرد و are للاسم الجمع والverb بياخد عندي verb ing بضيف له ing ليدل على الاستمرارية بالنسبة للwell يلي هي لما نتحدث عن عادة بالمضارع بيكون القاعدة عبارة عن subject verb object بالنسبة للverb يكون قبله عندي فعل مساعدة اللي هو will تمام will verb بيكون base form يعني فعل مجرد و حكيت لكم قبل شيء عن المودلز انه لازم تكون دائما بعدها افعال مجرده هلا انا ذكرت لكم كل واحدة منهم هلا بدي اذكر لكم شو فقط بدي اذكر شو اللي داخل معكم من هدول القواعد بهذه الوحدة واحكيهم بالعربي لما ننتقل للدوسية منلاقي كل شيء حكينا عنه لكن in English عندي اول قواعدة اللي هي مضارع البسيط اول شيء هي تحكي عن عادة في المضارع اكيد لان انا بحكي مضارع بسيط اكيد مرح احكي عن شيء متعلق بالماضي كيف تحكي عن عادة في المضارع وغالبا العادة بتكون شو متكررة يعني بتتكرر هذه العادة سواء كانت ايجابية او سلبية تمام ما حددوا لي بالكتاب العادة سواء ايجابية او سلبية بستخدم المضارع البسيط لانه كمان شوي رح يهمني اذا العادة ايجابية او رح يهمني اذا العادة سلبية هذه اول نقطة ثاني نقطة اكيد انا لما بدي استخدم الجواب فرب وان انه مضارع لازم يكون عندي دلالة مضارع يعني مو منطق مثلا يكون عندي دلالة ماضي بالجملة واجاوب مضارع بسيط اكيد هذا الشيء مفروغ منو حكينا عنو بالوحدة الاولى والدلالة بتكون اما يعني دلالة عادي من الدلالات مثل Always او بتكون عندي فعل الفعل ها بكون فعل مضارع مثلا بالجملة فبيدلني على اذا الجملة هي زمن المضارع او زمن الماضي لكن إذا الجواب مضارع بسيط وعكيد لازم يكون الزمن مضارع وبيكون عندي فراغ واحد لاش بيكون عندي فراغ واحد لأنه هلأ رح نشوف إشي متعلق بأكتر من فراغ وأحكي لكم الفراغ بينهم فأنا هلأ بشي زينت سمبل ما بدك تعرف عنه بالوحدة هذه غير إنه عادة متكررة بالحاضر فقط إيجابية أو سلبية فقط عادة متكررة وإيش هي بتكون إيجابية أو سلبية نيجي للمضارع المستمر مضارع المستمر بكزو بيحكي عن انزعاج أو عدم توقع أو استياء ركزو انزعاج عدم توقع أو استياء في الوقت المضارع تمام؟ بالنسبة لتاني نقطة عندي في دلالات محددة بالكتاب طلبها منكم مع المضارع المستمر وهدول الدلالات خلاص لما تشوفهم بتعرف إنه الجواب رح يكون مضارع مستمر هلأ الكتاب ذكر ثلاثة بشكل علني ووحدة بشكل مخفي هذه الوحدة موجودة بالأسئلة كتبت لكم إياها الدلالات الأربعة هم Always Forever Constantly Continually كلهم بيدلوا على الاستمرارية فهون بيدل على إنه في عادة مزعجة وعم تستمر تمام؟ فركزو لي على هدول الدلالات مهمين كتير كتير أي وحدة منها رح تكون على المضارع المستمر هلأ رح يتكرروا معي بالماضي المستمر لكن نرجع نحكي عنهم بعد شوي فهدول الدلالات كتير كتير مهمين عندي كمان لازم نعرف كيف بستخدم المضارع المستمر لما بحكي عن أي فعل أو أي كلمة تدل على الإنزعاج يعني مش بس بيكون عندي دلالة لا كمان بيكون في عندي مثلا صفات تدل على الإنزعاج فعل يدل على الإنزعاج وكتير أخذنا بموضوع الصفات بالوحدة الأولى صحيح؟ فأي كلمة تدل على الإنزعاج غضب كذا يعني بتساعدني لأوصل لأنه نحن حكينا مثلا present simple يأما عادة إيجابية أو سلبية ما حدد بس إذا بيكون في عندي عادة مزعجة أكيد رح يكون present continue واستمام؟ إذا مثلا كان هو الجواب الوحيد الصحيح وآخر شيء عندي طبعا لما يكون الجواب مضارع مستمر أكيد لازم يكون عندي دالة مضارع صحيح؟ فأنا يعني دائما إذا الجملة بالمضارع أنا بجاوب مضارع إذا الجملة بالماضي بجاوب ماضي وآخر شيء لما يكون عندي فراغين شو قصة فراغين؟ ركزوا لي هلأ ممكن يجيني تيجي كلمة always مع المضارع البسيط لأنه تدل يعني دائما فالشيء هذا دائما لأنه أنا حكيت هنا عادة متكررة يعني دائما تحدث صحيح؟ أو ممكن تكون مضارع مستمر لأنه برضو بيحكي عن عادة متكررة تمام؟ مزعجة برضو هون ممكن تكون عندي اللي هي كلمة أو دلالة always بس وين الفكرة؟ لما يجي عندي سؤال في دلالة always وبعدها فراغ واحد مفروض أحط فيه شو أجاوب بالمضارع البسيط بس لما يكون عندي فراغين قبل ال always وبعد ال always طب هدول الفراغين يعني بدي أجيب الفرب one وأقسم عليهم أكيد لا صحيح ما بزبط تمام؟ والفراغ الواحد غالبا بيكون لشو؟ بيكون لـ present simple لأنه أنا لما يكون عندي جواب فيه فعل مساعد وفعل رئيسي الدلالة بالعادة بتكون بينهم يعني عادة عادة لما يكون عندي فعل مساعد وفعل رئيسي وفيه دلالة الدلالة بتكون بيناتهم مش قبل الفعل المساعد ولا بعد الفعل الرئيسي تفقنا؟ تفقنا فهذا هو موضوع الفراغ الواحد والفراغين هيني وضحت لكم ياه فمش منطق يكون عندكم السؤال بهذا الشكل تروح تجاوب لمضارع بسيط؟ أكيد لا تمام ننتقل الآن للـ well هلا الـ well هي بتحكي عن عادة أكيد في المضارع أكيد ما رح يكوني عندي شيء متعلق بالماضي بالجملة وأجاوب well أكيد لا تمام؟ هذه العادة ممكن تكون إيجابية ممكن تكون شو سلبية بس ركزولي على الـ well تدل على الطبع أو صفة شخصية هلا ركزوا 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 كمان شوي رح نحكي أكتر بس يعني بدل ما أحكي كمان شوي رح أحكي الموضوع هلا هلا في أمور أنت لما تولد خلاص الطبع أو الصفة هاي موجودة فيك من أول مولدة خلاص موجودة فيك غالبا يعني بتكوني ورفتها من أهلك بس في أمور أنت بتعملها لما تكبر هذه الأمور ما إلها علاقة بطبعك أنت هيك عم تعمل هذه الأمور أو بتعمل هذه التصرفات يعني التصرف أو السلوك يختلف اختلاف كامل عن الطبع أو الصفة الشخصية يعني ممكن هذه البنة بنعرفها حساسة كثير حساسة معناته هي من لما ولدت هي شخصيتها حساسة هي مجرد ما حدا يحكي معها كلمة إذا ما عجبتها بتبكي هذه هي البنة حساسة خلاص هيك يعني هي ممكن أنها تقدر تتحكم بحالها لما تكبر وسنحن نحن نحكي عنها بأنه هي صغيرة هذا الإشي موجود فيها بينما لما نحكي هذا الشخص بتأخر كثير هلأ التأخر ما إلو علاقة يعني التأخر أكيد أنت ما رح تورثه من أهلك يستأخرك بمثلا أمور متعلقة بالحياة أنك تتأخر على الأشخاص الثانين هذا عبارة عن سلوك سلوك أو تصرف تمام؟ فبتكنكم تركزوا كثير من يحي يرضالي عليكم لما نستخدم الوال نحن هنا نحكي عن طبع أو صفة طبع أو صفة غالبا 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 طبع أو صفة يعني يا الله هذا الشخص مثلا كثير كسول هو هو يعني يعني في ناس صراحة بيكونوا بطيئين ما بدي أحكي كسول تمام؟ بدي أحكي بطيئ مثلا أنا أنا حدا بطيئ أنا بطيئة كثير 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 بطيئة بالأكل عادي جدا أعود ساعتين وأنا عم بأكل بطيئة باللبس إلا بأمور يعني بل بس خمس دقايق إذا كان الإشي كثير مستعجل أو ما في داعي أتشيك بطيئة بكثير أمور صراحة بس هذا الإشي فيني بحاول أسرع بصراحة يعني الأكل مثلا بحاول أسرع فيه بس بحوف أقدر خلص برشه لعاتي إنه أنا عم بأكل شوي شوي خلص أنا هيك مرتاحة بينما عندي أهلي كل العيلة كلهم بياكل بسرعة إلا أنا بطيئة يعني ما شاء الله بياكلوا بيخلصوا بيقوم وأنا بادني يا دوبني بلشت فهذا طبع شي فيني أنا ما بقدر غيره خلص حاولت حاولت أغير بس ما قدرت خلص تأقلمت على هذا الموضوع أنا هيك أنا حدا هيك على هذا بمشي أوكي خلص بس لما لما أوكي مثلا أجي أحكي لكم أنا شو في تصرف مثلا أنا ما بعمل إشي مزعجة على فكرة بس يعني ما هلاش شو بعمل أنا ما بدي أنا أحكي عن حدا تعني أنا ما فيه إشي مزعج أوكي مثلا أحكي يا الله هذا الإنسان مثلا بتعرفوا الناس اللي بتاكل علكة وبس تاكل علكة بتعمل طقة مزعجة يا الله كيف بيأكل العلكة مزعج مزعج دائما دائما مثلا تكون بمكان عمل وهو بيعمل هذه الحركة دائما تصرف هذا مزعج أوكي فهذه هي الفكرة فكتير ضروري تركزوا ما بين يعني والد تحكي عن طبع إشي فيك أنت غالبا غالبا ما بتقدر تغيره غالبا أو إشي فيك من لما أنت انولدت بس الباقي عبارة عن عادات مزعجة أمور الشخص بيعملها والآخرين يبينزعجوا منها تمام هيك بالنسبة للجدول شوفوا ما أسهل الموضوع والله يسهل كتير ننتقل الآن للماضي شوفتوا نفس هذه الجدول المضارع البسيط نفسه رح يكون بالماضي البسيط مضارع المستمر نفسه بالماضي المستمر والول نفسها بالول يعني وكل هاي الأمور اللي أخذناها بالمضارع نفسها نفسها هون بالماضي يعني هاي نفسها وهاي نفسها وهاي نفسها كلهم لدرجة أنه أنا عملت copy paste للكلام فقط تغير عندي الزمن وأمور بسيطة جدا ننتقل الآن للماضي البسيط أول شيء نشوف كلهم كيف بيكون أشكال الجمل تبعونهم أو تركيبة الجملة عندي الماضي البسيط عبارة عن subject, verb, object طبعا البرب بيكون verb 2 بالماضي وبالنفي بيكون didn't, verb 1 عندي بالpost continue واسع عندي subject فاعل قبل الفعل الرئيسي بيكون عندي was or where طبعا was للمفرد where للجماع والverb بيكون معه ing وبعدها عندي هلأ بالنسبة لل would نفس شغل الwell بس بيكون عندي بدل الwell would وطبعا فعل مجرد والused to حكينا عنها قبل شوي تركيبة الجملة تبعتها بتكون subject used to والverb بيكون عندي بعدها base تمام أوكي هلأ أنا بالبداية رح أبلش بهدول لأنه نحن كله ما أخذينا يعني مثلا الماضي البسيط أنا بحكي عن عادة في الماضي هنا في اشي زيادة تبكوا لي شوي تركوا لي هيك بدي أشخبط عليه مشان ما يخربتكم بعدها برجع له عادة في الماضي الماضي البسيط عادة في الماضي المضارع البسيط عادة في المضارع خلصت فكت طيب هاي العادة اللي بالماضي ممكن تكون إيجابية أو سلبية ما أحدد لي أكيد لازم يكون دلالة بالماضي ومش منطق آجة جواب جواب ماضي والجملة هي مضارع لا هذا يعني زمن ماضي خلص جواب ماضي بيكون فيها فرغ واحد نفس مبدأ المضارع البسيط عادة متكررة هلا بالعادة بيكون متكررة إلا قاعدة الماضي البسيط إلا قاعدة الماضي البسيط ممكن أن تحدث لمرة واحدة فقط يعني مرة عمل سلوك هذا السلوك مزعج أنا مزعجت منه فاستخدمت الماضي البسيط بينما قبل شوية المضارع بسيط لا متكررة هاي تعالوا نكتب أو أفرجيكم هاي متكررة هون برضو متكررة أوكي متكررة هون مرة ححكي متكررة لأن أنا بحكي عن طبع الطبع طبعا هيكون متكررين مش هيعملوا مرة وباقي عمروا لا هون متكررة هون متكررة هادول العادات متكررة تمام هاي مرة حكينا إيجابية أو سلبية هاي إنه يعني عادة متكررة بتكون إيجابية أو سلبية وهاي عادة متكررة لكن تدل على انزعاج بينما هون عندي الماضي البسيط عادة إما بتكون متكررة أو حدثت لي مرة واحدة فقط هاي أعتقد عليها إيجا يمكن مثال كم مثال يعني هو مثال اللي بيوضح هذه النقطة بحكي لكم عنه لما نحل بالأسئلة تمام تمام هلأ في أمور حكيت لكم بدي مسحتها قبل شوي خليني أشيل اللي خربشته هناك أوكي خلص خلصنا منكم أنتو تعالوا نشيل هديك الخربوشة تعالوا الماضي البسيط نتحدث عن عادة في الماضي وقد 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 توجد في الحاضر فقط في هذه القاعدة ممكن يجيني هو فيه يعني فيه إيش متعلق فيها بالكتاب فقط بهذه القاعدة بستخدم الماضي البسيط فقط لا غير الوحدة الأولى كنا نحكي شيء حدث بالماضي وانتهى لكن بالوحدة الثالثة منحكي عن الماضي البسيط كعادة بالماضي وقد تحدث بالحاضر وقد تحدث بالحاضر وقد تحدث بالحاضر بينما كل هدول عادة في الماضي وانتهت شوفوا شو بعمل هون باجي بعمل هيك عادات منتهية في الماضي أكيد هاي في الماضي أما الماضي البسيط عادة متكررة في الماضي أوكي وقد إيش حكينا وقد توجد بالحاضر وقد توجد بالحاضر هاي النقطة المهمة كتير للماضي البسيط تمام يعني هاي النقطة مهمة والنقطة التانية أنه عادة متكررة أو حدثتلي مرة واحدة فقط هاي بالنسبة للماضي البسيط لازم تعرفوا عنها كيف ومش فاهم ووا ووا كله بالأمثلة بيبين معنا بس نيجو على الماضي الدلالات نفسهم الأربع always forever constantly continually أي فعل أو كلمة تدل على الانزعاج أكيد مثل ما حكي لكم قبل شوي طبعا لازم يكون عندي دلالة ماضية أو فراغين نفس الشيء ممكن يكون عندي فراغ always فراغ نفس الشيء لكن بيكون في شيء بالجملة بيدلني على انه مش هلا مثلا يجي طلب يحكي ماذ بي أعطوني جملة وكان فيها لأنه أكيد لازم يكون فيه كلمة أو فعل بالجملة تمام هادي الفعل بيدلني على إذا مضارح أو ماضي إذا مضارح بستخدم مضارح مستمر إذا ماضي بستخدم ماضي مستمر خلصت فكت يعني الأسئلة هادي اللي تطلعوا ليها بتخترعوها بيز لا تخترعوها أوكي ننتقل الآن للود نفس شغل الول نفسه نفسه بيحكي عن عادة في الماضي هاي العادة يا إيجابية يا سلبية لكن ما نشب بيحكي عن عادة تدل على الطبع أو صفة شخصية نفس الإشي طبعه طبعه هيك كان هيك طبعه يمكن هي الطبع خلص غير طبعه أوكي وهكذا تستخدم فقط مع آه ركزولي في معلومة كتير مهمة أنا ما حكيتها هون آه ماي جود أنا ما حكيتها هون هاي في معلومة كتير مهمة للول هلأ حكينا تدل على الطبعه أو صفة شخصية صح حلو هي الول والوود يلا حكينا عنهم مرة واحدة هلأ تستخدم فقط مع الأفعال المتحركة أيوة الول والوود تستخدم فقط مع الأفعال المتحركة كيف تذكروا لما أخذنا بالوحدة الأولى أفعال متحركة وثابتة ورجعنا حكينا عنهم كما بالوحدة الثانية أفعال متحركة وثابتة أفعال هي dynamic or state verb أوكي فحكينا وقتها أن الأفعال الثابتة لا تقبل ing والأفعال المتحركة تقبل ing تمام ووقتها شو حكينا كمان انتبهوا 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 في بعض الأفعال ممكن تكون مليا state of verbs or more dynamic verbs مثل فعل have have إذا بمعنى يملك بيكون state of verb أوكي بس لما يكون بمعنى يعمل do or eat or شو ما كان بيعمل شيء معناته بيكون لا يقبل ing فهونا ركزوا إشي كتير 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 كمان بسهل عليكم انه will ما بتاخد أفعال مثل understand ما بتاخد فعل مثل feel في أفعال محددة بي ما بتاخدها ما بتاخدها فهذا بسهل عليه حل كتير وطبعا ما بيستخدم will غير إذا عندي دلالة مضارع بينما would نفس نفس الحكي حكينا انه هي تدلع طبع أوصف الشخصية تستخدمها على الأفعال المتحركة فقط لا غير ويكون فيها أكيد دلالة ماضي هذا هو الفرق ما بين will وود ولكن كمان would هلأ بنا نركز على إشي فيها شو هو إنه وود لما نكون ذكرنا الموضوع من قبل هلأ أنا أعطلكم قبل جدول المضارع خلصنا وهذا جدول الماضي قربنا خلصه أنا ربطت لكم الماضي البسيط والماضي المستمر والود إنه كلهم بحكوا عن الماضي صح صح كلهم يعني أمور متعلقة بالماضي وخلص تفكت هلأ بدي أربط ما بين الود وما بين اليوستو وهل تعلم وهل تعلم إنه الود واليوستو أو اتنين بس إنه تقبل أفعال جيناميك اللي هي أفعال متحركة فقط ويوستو تقبل أفعال متحركة وثابتة جيناميك أو ستادي بربس هذا الاختلاف الأول الاختلاف الثاني إنه هاي ممكن تدل على طبيع أو عادة وهون بتدل على عادة بس هاي هي تنتل نفس بعض تمام لكن هون كمان وود لما نكون ذكرنا الموضوع من قبل بس ما فهمت هاي النقطة شو أني إلا بنكون ذكرنا الموضوع من قبل في كتابكم كم مثال ورح يجوكم يعني إلا نفس الشيء تكون لأسئلة الوزارة إنه بيحكي إنه أنا تعودت أعمل هيك بعدين تعودت أعمل هيك فعندي مثال أول جملة أولة وجملة تانية دائما دائما الود بستخدمها لما يكون ذكر الموضوع من قبل صبح تمام بعد تشوكليت دائما مثلا يعني باشرب حليب دائما مثلا هاي عادة هاي عادة فهلا أي عادة اللي بتكون ذكرنا الموضوع من قبل فأنا أكيد ما باجي هالجملة الأولى بعطيها ود لا شو بستخدم بالجملة الأولى هاي بستخدم لأنه بتحكي لما ذكرنا الموضوع لأول مرة لما تذكر الموضوع لأول مرة دائما تستخدم بس إذا أنت ذكرت الموضوع من قبل بترجح تستخدم يعني من الآخر يوستو وود بيجو ورى بعض الأولى فيهم اللي هي البوس الرئيس يوستو وود بتيجي وراها أي موضوع أي جملة فيها فراغين ويا وود يا يوستو دائما الفراغ الأول يوستو الفراغ الثاني بوود لأنه يوستو بستخدمها لما أذكر الموضوع لأول مرة ويوستو نرجع دائما لما يكون عندك فراغين والجواب يا أما وود يا أما يوستو بستخدم بالأول يوستو بعدين الوود لأنه يوستو بستخدمها لما ذكرت الموضوع لأول مرة والوود لما ذكرت الموضوع من قبل خلصت فكت بس ها هي بالنسبة ليوستو أكيد عن عادة في الماضي فأنا بحكي عن عادة في الماضي غير موجودة الآن أكيد غير موجودة الآن كلهم كلهم موضوع الماضي كله إيش في الماضي حدث وانتهى إلا الماضي البصير حدث في الماضي وما زال ممكن قد قد مش أكيد كمان بيكون أكيد عندي يوستو تدلع الماضي فأكيد دلالة ماضي أفعل ثابتة ومتحركة بدون تحديد وقت اسمعوا موضوع الوقت موضوع الوقت هاي بدي أضيف كمان إضافة موضوع الوقت ياميس كمان يعني شوفوا يعني هلأ انت بتحكي مسألة انها جاءت تصير فيه كتير نقاط طب أنا على شو أمشي لا انبستو انبستو انو في عندكم يعني مؤشرات كتيرة يعني إذا هذا المؤشر ما زبط هاد ما زبط فيه غير بزبط يعني أنا هم بعطيكم كتير الأسس هلأ لما نيجي نطلع على الجمل آه هاي هيك هاي هيك خلص ما في يعني أنا عطيتكم كل إشي بيزبط كل القواعد لهدول أو كل الأمور المتعلقة بهدول القواعد فأنت بس تيجي تحل إذا عندك واحد اثنين ثلاث يعني مسألة تيجي علي ستو عادة في الماضي إذا قد تكون موجودة الآن حدد لك وقت معين عن عادة كان يعملها بوقت معين لما يذكر الموضوع لأول مرة فإذا انذكر الموضوع لتاني مرة غالبا ما بستخدم يوستو وكمان في آخر شغلة للود هلأ كونه هنا بدون تحديد وقت الود غالبا مع تحديد وقت يعني شوف انت شوف الود يعني خلص انت بتكون سفحتوها لأن الود تحكي عن عادة في الماضية إيجابية سلبية طبع أو صفة تمام تستخدم فقط مع الأفعال المتحركة فإذا كان عندي فعل ثابت ما بستخدم وود إذا في دلالة مضارع ما بستخدم وود لأن وود تدلع الماضي لما تكون ذكرت الموضوع من قبل تستخدم وود وود بالله غالب بيكون معها وقت تمام تمام فإذا كان في جملة فيها وقت وفي وود أو يوستو الوقت فقط مع مين مع وود ما بستخدم يوستو فهنا هم باطيكم كثير الأمور لأن علميا علميا الود واليوستو نفس بعض الإشي اللي بفرق بينهم إنه ما تقبل أفعال ثابتة فقط متحركة هاي تقبل ثابتة متحركة شفتو كيف يعني أعطيتكم كثير ملاحظات هلأ لما نحل الأسئلة ونطلع للجمل رح يكون موضوع ساعد فهلأ صوروا الشاشة تمام أرجع لكم للشاشة الأولى إذا للجدول هاد إذا ما صورتم ننتقل الآن للجدول الثاني أوكي دكزول كثير مني هالملاحظات في كمان هون ملاحظة تحت وهاي كمان ملاحظة لا هاي ما بدنا إياه أوكي ننتقل الآن للدوسية ونشوف الكتاب شو حكالي عن كل هدول الأزمن اللي أخذناهم ملاحظة سريعة أحكي لكم إياها كل شيء حكينا عن الو يطبق عن الو كل شيء حكينا عن الو يطبق على الو كل هم نفس الشيء وكل شيء حكينا على المضارع المستمر يطبق على الماضي المستمر كل شيء حكينا على المضارع البسيط وفاق على الماضي البسيط الاختلاف بينهم كلهم فقط الزمن إشي مضارع إشي ماضي نبدأ الآن بال present simple present simple وظيفتها طبعا ركزوا معي مهم جدا 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 الوظيفة لأنه ممكن يجيب لك الوظيفة وهذه لأي زمن أو العكس يجيب لك هذا الزمن أو يعطيك جملة يعني ممكن يعطيك جملة يحكي لك شو وظيفة بهذه الجملة تمام فهنا مثلا عندي present simple الوظيفة مهمة جدا فقط حدث متكرر في المضارع المضارع البسيط هو حدث متكرر بالمضارع أعطيني مثال أنت دائما تابث بالصف ركزوا هنا حدت في البداية قبل الفعل ومن ثم الفعل فهون بيكون عندي فراغ واحد فقط لا غير ركزوا مني ممكن تيجي هذه الجملة سؤال املأ فراغ لأنه جمل الكتاب هدول جدا مهمة رقم اثنين ممكن يجيب لك هذه الجملة ويحكي لك شو الوظيفة عليها ركز repeated action يعني حدث متكرر بالمضارع تمام ننتقل الآن المضارع متوقع or annoying يعني مزعج repeated in the present يعني لما بيحكي عن habit اللي هي عادة عادة متكررة مزعجة او غير متوقعة في الوقت المضارع خلص نحن هون نحكي عن عادة سلبية مئة بالمئة هون حكي ممكن تكون عادة سلبية او ايجابية تمام تمام هون فقط عادة سلبية وعطاني هذا المثال she is always complaining about the weather هي دائما من الطقس ركزوا always اجت هون بعد الفعل المساعد تمام وقبل الفعل الرئيس لهيك لما بحكي لكم لما يكون في عندي فراغين بينهم always بيكون بالعادة مضارع مستمر تمام طبعا في الدلالات هدول اللي اعطاني اياهم always constantly forever وانا قبل شي اضفت لكم واحدة كمان عليهم فهدول من الكتاب نفسه ركزوا الوظيفة عليها طبعا كضاع دائرة انت ما بتحفظ هاحفظ للوظيفة فقط بتفهمهم فقط لا غير ننتقل الان الول حكينا بتحكي غالبا عن الطبع او العادة او يعني شيء متعلق بالشخص نفسه فهنا بحكي لك اخذناها بالوحدة الثانية بمعنى سلوك هذا السلوك يعني بيكون صفة صفة للانسان لهذا الشخص بالوقت المضارع فقط انت بتحكي عن صفة سلوك متعلق بالصفة لهذا الانسان بالوقت المضارع ان عنده طبع بالوقت الحالي بيعمله تمام عندي هذا المثال ركزوا هون اول شيء الفعل هو يعني ترفع ترفع انه هي ممكن ترفع الصوت الساعة هداش وهنا اكت اكت يعني تمثل تمثل يعني هي اوكي مش تمثيل تمثيل يعني وتبين يعني انها تبين ولك انها عاملة شي wrong خطأ نحنا الواحد لما يعلي الصوت الساعة هداش عايب ما بصير صح وهكذا ركزوا لي شو اللي صار هون اللي صار انه حدد لي الجملة بزمن اها لحيك قبل شو لما جبنا سيرة الزمن وان جبنا جبنا عند الوض بس انا قلت لكم كل شي حكينا عن الوض يطبق على الوض فركزوا انه عند تحديد الوقت غالبا نستخدم ويل او وود سواء مضارع او ماضي بس اليوستو ما بيكون في عندي وقت تمام فهنا انا بحكي عن طبع شخص وكمان حكينا عن تحديد زمن وكمان حكينا انه استخدمنا فعل شماله متحرك وليس ثابت هاي هي بالنسبة لكل ازمنة المضارع ننتقل الان لازمنة الماضي عندي اول زمن رح نحكي عنه اللي هو هون الماضي البسيط الماضي البسيط حكينا عنه تنتين او شغلتين بيختلفوا عن الباقي الازمنة اول شي بيحكيلي هو عبارة عن يعني حدث بالماضي متكرر or state state هون يعني ثابت يعني ممكن ان يكون حدث لمرة واحدة او كلمة state هي تعبر عن الافعال التي او الافعال الثابتة لما تحكي عن شعور لما تحكي عن فهم عن ادراك هذا منحكي عنه انه حدث بيكون state تمام فهون ركزوا على النقطة التانية المهمة جدا هي اللي هي it might still happen انه ممكن ما زال شعور بحكي might يعني ربما ربما still يعني ما زال او يستمر حدوث happen in the present في الوقت المضارع يعني حدث بالماضي بس ممكن ان يبقى للوقت المضارع عندي هون هذا المثال يعني نحنا شاهدنا هذا العرض كل اسبوع طبعا هون ما دلك على اذا هي صفة ايجابية او سلبية تمام تمام في شغلة كنت احكيها بشي ونسيت ركزولي هون على هادي الجملة ا لو كان معطيني هون انا هي will turn up لو كان معطيني اياها هي كفر وعطيني جوابين واحد will واحد would شو بجاوب will ولا would وليش يلا فكروا على بال انا اجاوب عندي هون بلك هاي كانت هيك فراء وجبتلك جواب will وجبتلك جواب would شو بتجاوب وليه اكيد will طب ليه مش would لانا هون في عندي is مضارع قلتلكم لازم يكون في دلالة على المضارع او دلالة على الماضي تمام ننتقل الآن الماضي المستمر نفس كل شي حكنا عن المضارع المستمر يتم تطبيقها على الماضي المستمر عندهم بحكي لك when the speaker لما المتحدث finds unexpected or annoying شو ما لو بيكون مزعج او غير متوقع حدث او عادة مزعجة او غير متوقع طبعا بالماضي مش المضارع وفي عندي دلالات اللي حكينا عنه قبل شي always constantly forever طبعا هون في عندي شو هذا المثال she was forever when she was younger هي داما كانت بتيت جادل مع ابوها وامها لما كانت صغيرة طيب بل كي اعطاني was فراغ وهنا عندي الفعل الرئيسي فراغ شو باجاوب was ing ولا is ing ولاش اكيد رح اجاوب was ing لانه في عندي بالجملة نهايتها دلالة الماضي فدائما لازم يكون عندكم دلالة دلالة على الماضي او المضارع اوكي عندي هون هلأ would ويستو would نفس كل شيء حكينا عن الول يطبق عليها اول شيء عندي هون بحكي لك لما نحكي عن behavior سلوك هذا السلوك هو عبارة عن صفة شخصية للانسان لكن بالماضي مو بالمضارع عندي هون هذا المثال would spend the afternoon's reading انو نحنا نقوم بقضاء فترة ما بعد الظهر بالقراءة خلاص تعود او طبع فيه خلاص هو دائما بعد الظهر شو بيكون عم بعمل عم بقرأ عندي وظيفة تانية اللي هي عبارة عن habit اللي هي عادة or repeated action او حدث متكرر بالماضي كل ازمنة الماضي اللي عم نحكي عنها هدول الاربعة كلهم عبارة عن حدث متكرر فقط الا post temple اللي هو state تمام فرقزولي كتير منيح هنا على state وانو بيكون ممكن يضلوا بالمضارع اوكي هاي شغلة هون بحكي لك الود هي not a state مستحيل تيجي يعني ثابتة مع فعل ثابت عندك هذا المثال my ankle would always take me swimming دائما عمي ياخذني للصباحة اوكي اوكي عندي كمان وظيفة when the topic has been established حكينا قبل شو عن الفرق ما بين الود واللي used to من احدى الفرقات ما بينهم اول شي انه بيكون وود ما تحديد وقت used to بدون تحديد وقت وكمان وود باستخدمها لما اكون ذكرت الموضوع من قبل ويوستو لما اكون بدأتكم الموضوع لأول مرة فشو شو بحكي لك عن الود بحكي لك انه انت بتستخدمه لما الموضوع has been established established بمعنى انشئة انشئة اوكي لكن هون ما قدعني انشاء اللي هي انه انت تم ذكر الموضوع انه انت ذكرت الموضوع ذكرته وخلصت عنده يجو لي specified the time ونحن عادة بنحدد لما يكون في تحديد وقت يعني انت بتستخدم الود لما تكون ذكرت الموضوع من قبل ولما بدك تستخدم عندك وقت عندك هذا المثال my dad اول شي ركزو لي كتير مني هنا بس لان بدي احط هذا فراغ بدي احط هنا فراغ بدي احط هنا فراغ هيا عندكم ثلاث فراغات شوفوا كيف بنجاوب عليهم اول شي my dad بدي يحكي عن والده بدي يحكي اول مرة عن والده كاول مرة بيستخدم ود ولا يستخدم اكيد يستخدم لانه لما تكون بدك تستخدم الود لازم تكون ذكرت الموضوع من قبل بس هو لسه بدي يحكي عن والده لأول مرة فاستخدم لي يستخدم بيحكي لك my dad used to work nights انه كان معتاد على العمل بالليل هلا بدي يكمل اللي حكي خلاص لما انت تكمل حكي انت ذكرت هو بيجي بالعادة ساعة ستة الصبح وركزه ذكر لك وقت حدد وقت وهو هون استخدم ليش لأنه حكي عن الموضوع من قبل بلش من قبل أو أسس للموضوع من قبل وبدو يكمل and we would have breakfast together ونحنا دائما أو يعني عادة ناكل الفطور مع بعض تمام فهنا برضو استخدم لأنه مؤسس للموضوع من قبل لكن لأول مرة دائما بستخدم used to لما تكون أسس للموضوع وخلصت هون لأ لما بدك تبدأ بالموضوع أو تقدم الموضوع لأول مرة لما هون بحكي لك introduce introduce يعني تقدم لما بدك تقدم تقدم new topics مواضيع new يعني جديدة مواضيع جديدة يعني أنت لسه ما بلشت بالموضوع تستخدم used to لو نبلش بلستخدم would and we don't need ما منحتاج أنه نحدد زمن or set the scene يعني أنه ما منحتاج نحدد الزمن أو نفصل التفصيلات لأنه بالعادة التفصيلات أو الزمن بتكون لل would هو عم بفصل للي استخدم would بس هون بدي يعطيني الموضوع لأول من استخدم used to خلينا نشوف هذا المثال I used to eat a lot of chips and burgers أنا كنت بتعود أنه أكل كتير chips وكتير burger but now لكن الآن I eat healthy food أنا هلأ باكل طعام صحي حكالك هون شو بين أقواص not I would eat لش حكى I used to eat ما حكى I would eat رقم واحد هون ما حدد لي وقت لو حدد وقت كنا استخدمنا would رقم اثنين أنه يعني بلش بالموضوع لأول مرة أنا ما بعرف أنه بدي يحكي عن حاله لو بارف أنه حكي عن حاله بدي يكمل كنت استخدمت would تفقنا تفقنا والود بالعادة ما يحكيلي عن التفصيلات يعني هون حكى إنا ما كنت متعود بس ما حكى إنا مثلا كنت أو ما حكى إنا كنت متعود كثير برق المبادرة لأنه ماما كانت متعود إياهم لو كملوا قد تفصيلات عن الموضوع لاستخدم would عندي ثانية وظيفة تتتتتتاتي من حاله أما تحكي عن حدث ماضي that doesn't happen any longer يعني بطل موجود خلاص حدث بالماضي وانتهى هاي حدث بالماضي انتهى تمام؟ كل الأمور متعلقة بالماضي حدثت بالماضي وانتهت ما عدا الماضي البسيط حكينا عنه ممكن أنه يكون مستمر بالوقت المضارع. عندي هاد الجملة I used to feel. أنا متعود إني أشعر very negative بسلبية about my job. إني أنا بشعر شعور سلبي تجاه عملي وركزه شو استخدم الفيرب؟ استخدم feel. يشعر وهذا الفيرب فعل state of verbs من الأفعال الثابتة. هل بيقدر استخدمها مع الود؟ أكيد لا. يعني هون مرة استخدم مع فعل ثابت ومرة استخدم فعل متحرك. اللي هي dynamic verbs. بس هذا هو كل نفس اللي حكيت لكم يا قبل شوي تمام؟ لما كررناه مرة تانية خلاص يحفظتم. ننتقل الآن للأسئلة. سهلة كتير كتير الأسئلة. طبعا كلها يبارة عن جملة كتاب فرقزوا عليها كتير مني. أول شي عندي هون بحكي لك I didn't do well at school my concentration span فراغ very short. يعني أنا ما قدمت كتير منيح بالمدرسة. تركيزي فراغ ضعيف. تركيزي ضعيف. هلأ أول شي عندي هون was well is. ماضي مضارع مضارع. طب الجملة ماضي ولا مضارع didn't ماضي. خلاص بستخدم was. الجملة الثانية when I was child أصلا واضح هنا من was ماضي فلازم أجاوب جواب ماضي لهو lived. بحكي لك المعنى كنت صغير طفل we lived نحنا كنا بنعيش in a house ببيت by the sea but now we live in a city يعني كنا بنعيش ببيت هي كان مطلعة للبحر لكن الآن نحنا بنعيش بالمدينة حلو فادية is not trustworthy she fadha the doors unlocked and forget to turn off the lights أخذنا أصفات trustworthy اللي هي بمعنى بقدر أوثق فيه تمام يستحق الثقة بحكي لك فادية ما بتقدر توثق فيها ليش لأنه هي فراغ البواب مش مسكرة يعني وبتنسى كمان لضواو تطفيها يعني عن جد ما بينوثق فيها لأنه البواب فاتحة والضواو ما بتطفيها أوكي فهونا بستخدم will leave إنها بتترك ولا used to leave ولا would leave إنها بتترك البواب ممسكرة طبعاً كونه عندي هون فعل اللي هو is مضارف فأكيد بأجاب الشيء مضارف بستخدم will leave why did you stop playing rugby طبعاً السؤال عندي بالماضي because they فراغ constantly فراغ themselves طبعاً عندي constantly بستخدمها مع المضارف مستمر أو الماضي المستمر هون عندي والأكيد ما لها علاقة are ولا where حسب إذا الجملة مضارع أو ماضي طبعاً فيها did ماضي فأكيد باستخدم where and during أوكي رقم خمسة عندي حوار كونه عندي هنا A و B A بيحكي جميل is thinking of traveling again يعني جميل عم بفكري إنه يسافر مرة تانية برد عليه yes well he فراغ stay in one place for more than a few months إنه نعم طبعاً كل الأجوة هتكون من فيه إنه هو ما بيضله بمكان واحد لأكتر من كم شهر تمام؟ هلا نيجي للحوار دائماً 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 لما يكون في حوار زمن الجملة الأولى بيكون نفس زمن الجملة الثانية وهذا راح نشوفه بأكتر من مثال فهون كونه هون عندي مضارع وجود is فأكيد لازم أجاوب جاوب مضارع كونه didn't ماضي wouldn't ماضي فأكيد الإجابة won't stay إنه لن يبقى بمكان واحد لقم ستة my brother was the baby of the family and everybody for a big fuss of him a big fuss of him أخذناها من أول بأول حصة من الوحدة الثالثة فاكتبوا لي معناها بالعربي بالcomments عندي هون الجملة أصلاً واضح was بالماضي فأكيد الإجابة راح تكون no will ومو make أكيد would would make فيعني كل حدا would make a big fuss of him راح عندي رقم سبعة برضو حوار حامد بحكي have you fallen out with your sister بيرد عليه to be honest my sister and I فراغ always فراغ upsets upsets me طبعاً وجود always عندي فالجواب يا إما مضارع مستمر يا إما ماضي مستمر نطلع للخيارات عندي والبحث بها يا or يا am كونه عندي الضمير i لأن الجوابين مضارع فالضمير i أكيد بياخد am رقم ثانية why فراغ you always shouting at me because you annoy me هلأ هنا why فراغ you طبعاً عندي ضمير you عندي بالخيارات well or is اليو ما بياخد is فبحذفها ظل عندي يا إما well يا إما are بطلع على باقي الجملة you always shouting هنا عندي ing فالing بغطيها well ولا are أكيد are are verb ing عندي رقم تسعة my brother can't keep a secret he farg anything you tell him on his blog immediately يعني هو ما بيحفظ السر بينشر أي شي فوراً أو مباشرة هلا ركزوا لي هنا بهذا السؤال لأن الجواب الصحيح مو موجود بالخيارات بنا نضيف هنا d هي well post إنه هو بينشر أي شي فوراً أو مباشرة هاي عادة عنده أو طبيع عنده تمام أوكي فركزوا كتير منيح لهذا السؤال وضيفوا الإجابة الصحيحة هي رح تكون well post عشرة عندي هون حسام بحكي why don't you like that wins وحسامة بيرود على يدي فراغ forever فراغ behind people's back هلا هون يعني ليه ما بتحب هدول التوأم لأنه هم يردون اللي بيحكوا ورا العالم من ورا ظهر العالم كونه عندي forever فأكيد الجواب مدارع مستمر أو ماضي مستمر تمام فبحث في well كونه سألوا بي don't بالمدارع فأكيد الإجابة رح تكون they are أوكي لأنه دايما بتاخد is عندي هداش she فراغ into tears just to get attention هلا هون عندي ركزه بالجملة كثير مني she فراغ into tears just to get attention عندي burst طبعا هون الفعل burst يعني تنفجر بالبكاء إنه هي تبكي يعني عيوتة هلا burst ما بتزبط لي لأنه شي مفرد فلازم إذا بدي قطيها verb 1 لازم يكون مع اس وهي ما مع هاس فخطأ يا إما would يا إما is ولكن كونو عم بيحكي عن طبيعها إنه هي بتبكي بسرعة فأكيد الطبيع بستخدم له what first عندي رقم 12 وني was little طبعا من was أكيد الجملة رح تكون بالماضي my parents were forever فراغ مياف طبعا هون عندي where فwhere forever اضل بدها verb ing فالإجابة الصحيحة telling هي فراغ forever فراغ things out of proportion أكيد هنا كونو عندي فراغين في يمحي يكون مضارع مستمر أو ماضي مستمر أكيد will بحذفها بضل عندي ya was ya were كونو هي مفرد فبستخدم was flowing 14 عندي I fire a erg with my sister every day when we were young طبعا الجملة هون تدل على الماضي أوكي فأكيد بحذف well وأصلا used to خطأ ليه خطأ لأنه حكينا يا إما الجواب عندي used to verb 1 يا إما لما بدها تكون use لازم تكون قبل هدد وما فيه هنا قبل هدد فخطأ الإجابة صحية هرح تكون what 15 my parents don't let my brother use their car أوكي well he فرغ go too fast whenever he drives أوكي هلا أول شيء عندي فرغ بعده go هلا أكيد ما رح يكون الجواب is ما بصير is go يا أما what يا أما وال حسب إذا مضارع أو ماضي كونه الجملة الأولى بالمضارع فأكيد well go too fast تمام 16 عندي برضو حوار أي بحكي you didn't use to lose your temper so fast أوكي أنه أنت لازم ما تكون متعود أنك تفقد أحصابك بسرعة بحكي له that's because you constantly when you when 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 you you when you you when you when you weren't you aren't حسب إذا الجملة مضارع أو ماضي كون الجملة بالماضي ويستخدم weren't why did Amani lose her job طبعا السؤال بالماضي she constantly being late and didn't seem interested in her work أنه هي لفقدة عملها لأنها بدأت تأخر عليها وهي شكلها مو مهتمة بالشغل أوكي هلأ الجملة هون عندي بالماضي بحذف أي شيء مضارع بحذف is بحذف هالس إجابة صحيحة was never lost her temper and forever asking asking verb ing فأكيد قبل حالة عائلة بي كونه بنحكي عنها هي مفرد فأكيد مش where صح حلو هلأ بضل عندي was or would أكيد ودمائلها علاقة بدنا was اللي هي verb ing I often فرغ bored yes in the class هلأ هون عندي ركز كتير منيح I ما بتاخد feels ضل عندي felt وضل عندي well feel ركز منيح إنه أنا بكون ملان بالصف هل بحكي felt بستخدم verb to ولا well feel مين الشطور اللي يحكي هل بيزبط يجي بعد well فعل state مثل feel أكيد لا فبي خطأ في الإجابة صحيحة felt أنا بالعادة أشعر بالملل بالصف هاي عادة قديمة بالماضي وقد تحدث بالوقت الحاضر عشرين one time I فرغ in a test عندي هون one time I فرغ in a test يعني في مرة I هلأ I ما بعطيها verb مع S ولا verb بثري مرة واحدة أكيد feel إنه سقطت باختبار عندي بعد هاي فرغ miss about and then yeah would ما بزود أحط is okay في yeah would yeah will حسب الجملة بالمضارع أو بالماضي كانوا عندي verb blame هو verb one فأكيد باختار will تمام تنين ورشين I فرغ to what the teacher was saying was طبعا بالماضي don't didn't doesn't أكيد مضارع بحذف إجابة صحيحة didn't listen أنا ما بسمى لشو المعلم بيكون عم بحكي my brother can I keep a secret okay هاي أعتقد حلناها قبل شوي هون my brother صح yes حلناها okay هاي حلناها okay تشوفوا هون 23 حط أنا خيار will post اللي هو أضفنا هون will post تمام ف yes هايو الإجابة صحية بتكون will post لما's hearing is getting really bad إنه سماها عم بصير للأسواق well she for her keep listening to loud music طبعا لأنه هي بظلها تسمع لموسيقى عالية هلأ عندي الجملة الأصلية بالمضارع فلازم الجواب أكيد يكون بالمضارع فالإجابة صحيحة will إنه هي عادتها إنها تسمع الأسواق عالية أو مزعجة عندي هون my parents don't like my brother هاي برضو حكينا قبل شوي احذفو فيه هون كم سؤال مكرر تمام أوكي فيه سؤال مكرر وهون عندي جميل stinking هذا برضو مكرر وهون هذا برضو مكرر أوكي 28 مش مكرر هي فرغ behind my back and then deny it هي فرغ إنه هو بحكي من ورى ظهري وهيك هلأ هون طبعا شو رح يكون الجواب هي well talk talked ولا was talking هلأ أشوفو شونا عم نحكي نحن عن طبع عنده إنه بحكي من ورى ظهري العالم فأكيد رح نستخدم اللي هي well talk إنه هو بحكي إنه من ورى ظهري بعدين بين فيه هالشي أوكي هاي برضو مكرر آخر سؤال مو مكرر the most annoying thing my sister does it أكتر شي مزعج أختي بتعمله هو she farah the drums on Saturday morning بيوم السبت الصبح هلأ أول شي هون عندي الآز الآز بتدل على إنه الجملة بالمضارع فبحث في الماضي بحث في الماضي في الإجابة الصحيحة well play هيك نحن بنكون أنهينا الأسئلة المتعلقة بالضاع دائرة إن شاء الله بالحص القادمة بنقوم بحل أسئلة الكتاب هيك بتكون خلصت حزتنا لليوم thank you for listening bye bye ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر